ثلاثة حوادث متفارقة وقعت بين ولايتي البويرة وبجاية تسببت في إصابة ستة أشخاص بجروح في يوم واحد الحادث الأول تمثل في انقلاب السيارة على مستوى طريق السيارة بجاية محول بجليل في بلدية تازمالت خلف هذا الحادث ضحيتين نقل من طرف الحماية المدنية أما الحادث الثاني تمثل في سدام سيارة ودراجة دارية بطريقة الوطني رقم 26 خلف ضحية واحدة تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الشرفة أما الحادث الثالث تمثل في سدام شرحنة وصيارة بطريقة السيارة بجاية حنيف خلف ثلاث ضحايا نقل من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى أثمنصور